بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا تعني زيارة أردغان لشوشة الأذرية بعد ضحر الاحتلال الأرميني الرئيس رجب طيب أردغان والذي أنهى زيارة ناجحة إلى أوروبا التقى فيها بالعديد من رؤساء دول العالم يتحرك من هناك وينتقل إلى أذربيجان لكي يصل إلى شوشة درة كرباغ لماذا ذهب الرئيس رجب طيب أردغان في هذا التوقيت إلى أذربيجان ولماذا إلى شوشة بالذات لمتابعة هذا الموضوع أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد رأى مثقفون وقادت رأي أذريون أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردغان إلى مدينة شوشة في إقليم كرباغ المحرر من الاحتلال الأرميني تعزز العلاقات التركية الأذرية وتظهر عمق الوجود التركي في القوقاز وأجمع الخبراء الأذربيجانيون على أن الزيارة مهمة من حيث إظهار أن أذربيجان لا تقف وحيدة في منطقة القوقاز وكذلك إظهار عمق الوجود التركي في هذه المنطقة إضافة إلى وحدة صف البلدين في التعامل مع الأصدقاء والأعداء وفق ما نقلت عنهم وكالة الأناظول وفي 15 يونيو حزيران الجاري يجري الرئيس أردغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف زيارة إلى مدينة شوشة المحررة في إقليم كرباغ حيث سيتفقد الرئيسان المناطق التاريخية والثقافية في شوشة ويوقعان على اتفاقيات تعاون بين البلدين وتستحوذ مدينة شوشة ذات الأهمية الاستراتيجية والتي جرى احتلالها من قبل القوات الأرمينية في 8 مايو آيار 1992 قبل أن يتم تحريرها من قبل الجيش الأذري في 8 نوفمبر 22-2020 على أهمية رمزية كبيرة في تاريخ وثقافة أذريبيجان لكونها كانت عاصمة لخانية كرباغ التركية في الفترة ما بين 1747 و 1805 ولكن الحديث الآن عن آفاق جديدة وقال رؤوف عارف أغلو صاحب ورئيس تحرير جزيرة يني مسواة الأذرية لوكالة الأناظول إن الرئيس أردغان يعتبر أول زعيم في الجمهورية التركية يزور إقليم كرباغ مشيرا إلى أن هذه الزيارة سوف تفتح آفاقا جديدة ولفت عارف أغلو إلى أن الزيارة تستحوز على أهمية اجتماعية وسياسية كبيرة ولها جوانب روحية وتاريخية وأن أذريبيجان بقدها وقديدها تتطلع إلى زيارة أردغان إلى شوشة وأضاف كما أن أنظار العالم والمنطقة ستكون متجهة نحو تصريحات أردغان وعلييف في شوشة في 15 يونيو الجاري وأن دول المنطقة بشكل خاص ستتابع هذه الزيارة باهتمام والتي تنعقد اليوم بإذن الله تعالى وتابع أردغان زعيم عالمي هناك من يحبه ومن لا يحبه لكن الجميع متفقون على أمر واحد هو أن أردغان مفكر قوي واستراتيجي ورجل دولة مستقل صلب الإرادة بالإضافة إلى كونه أخا لنا وأوضح أن زيارة أردغان إلى شوشة ستكون ذات مغزة كبير فضلا عن أنها ستكون بمثابة رسالة موجهة إلى الأصدقاء والأعداء ورمزا للعلاقات الأخوية الأبدية القائمة بين البلدين التركيين تركيا وأذريبيجان تركيا موجودة بقوة في القوقاز من جانبه أكد ناظم جعفر صوي نائب رئيس مركز القوقاز للعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية في أذريبيجان أن زيارة أردغان إلى شوشة تكتسب أهمية تاريخية واستراتيجية وتظهر قوة الوجود التركي في القوقاز وشدد على أن تحرير شوشة من الاحتلال الأرميني شكل نقطة مفصلية ومنعطفا تاريخيا على ضرب الانتصار الذي تحقق في كارباغ كما أن هذا الانتصار أظهر أهمية الدعم متعدد الأبعاد الذي وفرته تركيا لأذريبيجان لذلك يمكن اعتبار هذا النصر بأنه انتصار لتركيا أيضا وقال جعفر صوي أن دعم تركيا لأذريبيجان في حرب كارباغ كان له أهمية معنوية ونفسية وسياسية على حد سواء والطائرات المسلحة التركية بدون طيار لعبت دورا مهما في تحديد مصير الحرب وتابع الزيارة مهمة من حيث نقل العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وأذريبيجان إلى أبعاد جديدة وتعميق العلاقات الاجتماعية بين الشعب التركي في البلدين وزاد أن هذه الزيارة سوف تظهر أهمية الوجود التركي في منطقة القوقاز لا سيما مع وجود توقعات بأن تتم مناقشة الواقع الجديد في كارباغ والقوقاز بين أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة شمال حلف الأطلسي ببلجيكا وذاكر جعفر صوي أن أردوغان حضر أيضا المراسم العسكرية التي أقيمت في باكو عقب الانتصار الذي جرى إحرازه في كارباغ وقال سيحتفل قادة أذريون وأتراك وهم مهندس هذا النصر العادل بهذا الإنجاز التاريخي في شوشة أيضا كما سيظهرون وحدة الصف بين البلدين وسيرسلون رسائل تمنح الثقة للأصدقاء وتغرس الخوف في نفوس الأعداء مبادرات تركيا تخلق عامل توازن في المنطقة بدوره قال السياسي الأذري المستقل صاحب كريملي أن تركيا تلعب دورا رئيسيا في التكوين الجوسياسي الجديد لجنوب القوقاز وأوضح كريملي للأناظول أن إيران التي تتأثر سياساتها تبعا للعلاقات مع روسيا والدول الغربية والنظام الإقليمي الجديد لن تتمكن من موازنة مصالحها إذا لم تتعاون مع تركيا بصدق ولفت أن المبادرات التركية تخلق عامل توازن مهم في منطقة جنوب القوقاز وأسيا الوسطى معربا عن اعتقاده بأن الرئيس أردغان سيقدم رسائل مهمة خلال زيارته المرتقبة إلى شوشا وباكو تتضمن تسليط الضوء على التطورات المستقبلية للمنطقة رسائل حول جنوب القوقاز وفي السياق قال دلكم أحمد رئيس تحرير مجل الجابار الأذرية إن وقوف تركيا حكومة وشعبا إلى جانب أشقائهم في أذريبيجان أدى إلى انتصار الأخيرة في حرب كرباغ ووضع نهاية الاحتلال دامة ثلاثين عاما وذكر أحمد بالانتصار الذي حققه جيش القوقاز الإسلامي العثماني بقيادة نوري باشا في 15 سبتمبر أيلول 1918 حيث تمكن الجيش المذكور من تحرير العاصمة الأذرية من العصابات الأرمينية والبلاشفة وقال لقد عاشت أذريبيجان خلال الحرب الأخيرة المشاعر ذاتها التي عاشتها قبل نحو مئة عام أدرك شعبنا أنه ليس وحيدا في ساحة الحرب لذلك فإن الشعب الأذري ينظر إلى زيارة أردوغان إلى شوشا على أنها تجسيد لرح 15 سبتمبر 1918 كما أشر أحمد إلى أن جميل جاهد باشا أحد قادة جيش القوقاز الإسلامي زار شوشا عام 1918 واستقبله شعب شوشا بحماس منقطع نظير وقال يجري في أذريبيجان تقييم زيارة أردوغان من خلال هذا الإطار نحن في أذريبيجان نعتبر أن هذه الزيارة تشكل ضربة نفسية قاسية للأعداء وتابع أن وحدة الصف والموقف الذي أظهره قادة الدولتين القويتين في العالم التركي تركيا وأذريبيجان سوف تخلق نقاشات مهمة داخل الرأي العام الأرميني فضلا عن أن الزيارة المشار إليها ستحمل رسائل لأرمينيا وجميع القوى التي لديها مخططات حول جنوب القوقاز بذلك متابعين الأعزاء نكون قد صلتنا الأضواء مع حضراتكم عن هذه الزيارة المهمة والتي يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان في خلال هذه الساعات إلى شوشة قلب قرباغ ماذا تعني هذه الزيارة المهمة بعد ضحر الاحتلال الأرميني بقيادة رجب طيب أردوغان وإلهام علييف أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته